من ضمن الاسئلة الانسانس اداب جغرافيا وتقديري مقبول وحرفين مش عارف اشتغلي ويفعل ادخل مجال المحاسبة الاجابة لأ مجال المحاسبة تحديدا من المجالات اللي ممكن لحد يشتغل فيها لازم التكنيكال الجزء التكنيكال في الكلية زي مسلا مهندس لازم يكون درس الهندس هتقول لي طب ما في ناس على الفكرة وانا معاك في واحد على الفكرة ممكن معاها سنواء عام ماسي دي معاها دبلوم صنايع اجيب يعلموا الشغل وحاجات تكنيكال هيتعلمها لان دي حرفة لكن اغلبية الشركات لو انا فاتح مكتب محاسبة تعالى ولا تعالى بيت تعالي انا شغال الوقت لان ده مكتب قطن وصالة لكن لو بنكلم على شركة مؤسسة اللي اخره بيشترط انك تكون مؤهلك الاساسي يكون اه محاسبة قسم فده هو اللي هيمثل عائق في هذا الموضوع لكن بخلاف ده ممكن تدخل بقى مجالات الادارة لو مجالات الجغرافيا مش موجودة فساعدة تدخل بقى عن حتة اداب جغرافيا واشتغل بقى مجالات ادارة ارمي نفسك بقى للسوق شوف هتشغل كلسنتر اللي يجي في بالك ومنها اقدم بقى على سيلز وقدم على ادارة واتشقار ومالك تشوف اللي هينسبك فيهم واللي انت حبيب وكمل فيه وساعدة اخد دبلومة في المجال اللي عشان ربنا يكتب لك فيه التوفيق بعدين ربنا وفاك